اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان ابناء البحرين اثبتوا في كافة المحطات انهم اهل لتحقيق المنجزات والتغلب على كافة التحديات بما يحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة اهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه سموه اشار الى ان المواطنة هو ثروة الوطن الحقيقية التي نسعى الى الاستثمار فيه كونه المحرك الرئيس للتنمية ولواصل ما حققه الاباء والاجداد في مسيرة النماء والازدهار وقال سموه ان المملكة قادرة على مواصلة تحقيق اهدافها التنموية المنشودة من خلال ما تمتلكه من عزيمة تستمدها من ابنائها الذين يضعون مصلحة وطنهم دوما في المقدمة مشيرا الى انه بتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد سنواصل تخطي التحديات وتحقيق النجاحات بما ينعكس على نماء وازدهار المملكة ويحقق تطلعات المواطنين جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله يوم امس بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من اصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين لدى استقبال سموه عددا من المواطنين من اصحاب المجالس الرمضانية حيث نوه سموه بما للشهر الفضيل من نعم عدة ومنها تعزيز القيم الحميدة بين ابناء المجتمع ومنها قيم التسامح والمحبة والتواصل التي يجب الحرص على ترسيخها وتوريثها للاجيال داعيا سموه المولى عز وجل ان يعيدها شهر رمضان المبارك على الجميع وهم ينعمون بالصحة والعافية واشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى ان المملكة حريصة على تعزيز مسارات التنمية من خلال ما يتم العمل عليه من استراتيجيات وخطط واكدا انه على الرقم من كل التدعيات سواء المتعلقة بجائحة فيروس كورونا او تحديات سلاسل الامداد التي تواجه الاسواق العالمية الى ان المملكة تسير في الطريق الصحيح للتعافي الاقتصادي بفضل التكاتف والوعي المجتمعي وما ظهره اعضاء فريق البحرين من حرص لتحقيق اهداف خطة التعافي الاقتصادي بروح الفريق الواحد وحرصهم على تحقيق التطلعات المنشودة بنفس الروح والعزيمة من جديبهم عرب اصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سمو من حرص على التواصل مع المواطنين خلال شهر رمضان المبارك دعينا الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى والسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليهم وفور الصحة والعافية وفقهم لما فيه خير للبحرين وأبنائها